كويس، مثل الدجّال هذه ومثل المهد عند من يؤمن به ومثل عودة عيسى ومثل كل هذه المسائل ماذا يقول أبو عبد الله الشافعي؟ قال فمن شكّ فيها لأن الشافعي مذهبه معروف هو أقوى من أيد الأخذ بالآحاد في الفروع وفي مسائل التصديق والاعتقاد قال لا أخذ بها لكن كيف تأخذ بها؟ لا على أنها مسائل إيمان وكفر فمن لم يقرّ بها أرى هذا التأويل ذكي جداً أنا ظننت أنني لم أسبق إليه وجدت إمامي سابقاني إليه والله قال لك ممكن أن تصدق بشيء وتعتقد به لكن هذا ليس من أصول الإيمان إذا شكّ فيه وردّه لا تكفّره تعرفون ماذا قال؟ قال لا نقول له تُب كلمة تُب كبيرة اليوم يقول لك تُب يا زنديق يا كافر شكّك في البخاري ومسلم شكّك في الكليني كافر زنديقي ما الجهل هذا؟ قتل الله الجهل يا أخي اشتث الله جذور الجهل يا أخي أطفأ الله جذوته ما أجه لكم؟ ما أحمقكم؟ الشيخ يقول لك حتى ما نقول له اشتب ما عمل الجريمة لكن نقول له ما ينبغي لك أن تشوك كما لا ينبغي لك أن تشوك في شهادة الشهود العدول على أنها شهادة انفرادية يشهد اثنان أو يشهد واحد وهي محلّها الظن يا إخواني لكن تُقبل قال تُقبل قال حتى شهادة الشهود العدول في الرواية عن رسول الله وهي الرواية ليست شهادة قال تُقبل لكن ليست مساء الكفر وإيمان فهمتم؟ المسألة أصبت واضحة تماما إذن قل لي أين الكفر والإيمان؟ ما تقول ليش رد حديثما البخاري وهو حديث عقيدة كفر كلم فارغ حتى قال قائلهم عُمَر لا يرد البخاري ما هو البخاري طبعاً هي قبل عُمَر شيخ عُمَر ما في مشكلة هكذا إذن لك أن تؤمن بها لك أن تصدقها لكن لا تجعلها مساء الاختبار للإيمان لا تُكفر على وفاقها وخلافها إياك ما يُكفر به المؤمن أمور واضحة في كتاب الله تبارك وتعالى معاقد الإيمان أصول الدين هذه ما يُكفر لكن واحد أنكر مهدي أنكر كذا ما فيه بعدين كما قلت لكم من ناحية تدبُّرية نحن لا نحتاج لهذه العقائد فهمنا لماذا نحتاج العقائد الخمس أو الستة في كتاب الله والسنة المتواترة واضح نحتاجه الآن وهنا حتى أعرف مبدأي وأعرف مصيري وأعرف مساري وكيف الخطة الهدائية في المسار من أين أتت تبرير وحياني إلها لكن مهدي حيُبعث بعدين والله يُصلح فيه الأرض ليس أرضي أرض أخرى بعد موت بألف سنة والله ما يعنيني كثيراً هذا والله ما الصحيح ودجّال كُوتِب ألف ألف سنة ما يعني أن أُؤمن بهذا وليس من الغيب الذي أُمرتُ عن أُمم به الغيب الذي أُمرنا أن أُؤمن به هو في أركان الإيمان انتبهوا، هذا هو يؤمنون بالغيب أركان الإيمان هذا الإيمان فقط ليس دجّال وعيسى ومهدي لذلك موضوع المهدي أنكره جملة من علماء المسلمين الكبار ابن الجوزي أنكره ابن الجوزي قال ما في شيء اسمًه معهدي كلام فارغ ابن الجوزي في العلاء المتناهية في الأحاديث الواهية الجوزقاني في الأباطيل والمناكر أنكره ابن حزم عده حيلة فارسية قال الفرس وضعوا هذه الحيلة ما في جسمه مهدي قال ابن حزم كلام فارق قال والأحاديث كلها ضعيفة ابن حزم قال قال حيلة فارسية ابن خلدون بعد هؤلاء جميعا في القرن الثامن ومات في أول التاسع بعد سنتين فقط ماذا قال؟ قال هذا فكرة أصلها يهودي يهودية المشية والمشياح وكذا قال ما فكرة إسلامية هذه ردها علمت شيخ الإسلام في وقته الطاهر بن عاشور التونسي طيب الله ذكرهم جميعا ماذا قال؟ قال ليست من أركان الدين ليست من أركان الإيمان لكن مسألة تتوسع بها المعارف الإسلامية نوم ما ما مسألة علمية آمنت بها كفرت بها أنت في حل من أمرك أنت في حل من أمرك لكن كما قلت لكم لا مبررة ضروري للإيمان بها يعني تختل الرؤية الكونية عندي تختل الرؤية العقدية تخيلوا مؤمناً لا يؤمن باليوم الآخر اختلت الرؤية العقدية صحيح؟ واختلى المسلك مؤمن لا يؤمن بالكتاب اختلت الرؤية العقدية لا يؤمن بالأنبياء اختلت أو بالنبي لا يؤمن بالله اختلت كل شيء من أصل انتهى خلاص؟ فرق كبير جداً جداً وبين إيمان بمهدي ودجال وعيسى إذن فهمنا الآن أيها الإخوة هذه الخلاصة المهمة التي أردت أن أمهد لها لكن تضيق الوقت علي وعليها فأجملتها إجمالاً هو هذا ميز بيني هذا النوع وهذا النوع من الأشياء التي يعقد الإنسان قلبه عليها وينطوع على إيمان بها أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلبي وقلوبكم وقلوبكم وأن يهدينا لما اختلف فيهم الحق بإذنه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم